المخابرات الأمريكية تواصلت مع الجيش للتحذير من هجوم داعش اعتقال عراقي بايع داعش متورط في هجوم تيلر سوفت هجمات داعش تكشف عن عصابات جيشت ضد السوريين وزارة المالية تجمع 185 مليون يورو بفضل الذكاء الاصطناعي انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين بنحو 65% العام الماضي وأخيرا اعتقال نمساوي صنع 20 كيلو من الحشيش بمساعدة والدته وزوجته مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم عبر المستصر النمساوي كان نيهما عن تفاهمي الكامل لقرار لغاء حفلات تيلر سوفت الثلاثة في فينة بسبب تهديد إرهابي محتمل مشيرا إلى أنه قرارا مسؤولا ومنطقيا جدا وأكد نيهما على أهمية حماية الجمهور من الأضرار المحتملة مشيدا بجهود إدارة حماية الدولة وخدمات الاستخبارات في تفكيك الخلية الإرهابية قبل الحفلة وأوضح نيهما أن التحديد كان أعلى من المناسبات الرياضية الكبرى مثل بطولات كرة القدم والألعاب الأولمبية وأوضح أن الجيش النمساوي تلقى المعلومات بدلا من إدارة حماية الدولة مؤكدا أن المعلومات يدم تبادلها بشكل مشترك وأعلن عن عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني قريبا قالنا وزيرة الداخلية النمساوية جرهة كارنا عن توقيف متهم ثالث بتهمة الانتماء لنظيم داعش وذلك بعد الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم انتحاري خلال حفلات تيلر سوفت في فين وقال كارنا أن العراقي البالغ من العمر الثمانية عشر عاما والذي بايع التنظيم وقف مساء الخميس في فين كما اعتقر شابان آخران يبلغان من العمر السبعة عشر والتسعة عشر عاما يحملان الجنسية النمساوية من أصول مكدونية وتركية حيث كان يخططان لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص خلال الحفل واعترف المتهمة الأكبر بخططه لتنفيذ هجوم باستخدام المتفجرات والسلاح الأبيض حققت الشرطة النمساوية نجاحات جزئية من خلال نشر صور بعض المشتبه بهم في صياق المواجهات العنيفة في فين حيث كشفت أن أحد المشتبه بهم كان من ضمن المخططين للهجوم على حفلات تيلر سوفت وتركز التحقيقات على أعمال الشغب التي وقعت في محطة مادلينك في السابع من يوليو حيث تعرض أربعة سوريين لإصابات خطيرة وتبين أن الشباب الذين ظهرت صورهم في كاميرات المراقبة كانوا وراء الهجوم باستخدام أسلحة متنوعة وكان أحدهم البالغ من العمر السابعة عشر عاما من أصول تركية تم اعتقال كمشتبه به في الهجمات ضد حفلات تيلر سوفت حيث كان الشاب عضوا في مجموعة دردشة تحرد ضد السوريين نجحت وزارة المالية النمساوية في جمع 185 مليون يورو من الضرائب في عام 2023 بفضل استخدام الذكاء الاصطنوعي حيث ساهمت التكنيات في فحص 6.5 مليون حالة وكشفت عن العديد من التصريحات غير الصحيحة ومحاولات الاحتيال وتعتمد الوزارة على الذكاء الاصطناعي منذ عدة سنوات للكشف عن التهرب الضريبي وقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها عبر نماذج المخاطر من مركز التميز في التحليلات التنبؤية وكشفت الوزارة عن حالات متعددة تتعلق بالاحتيال في الضرائب حيث ستعزز الوزارة من قدرات المركز لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية في المستقبل أعلنا وزيرة الدخلية النمساوية جرهاد كرنا عن انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين في النمسا بنسبة 65% خلال العام الماضي مشددا على هدف الحكومة الوصول بالهجرة غير الشرعية إلى الصفر وأوضح مدير شرطة ولاية بورجنلند مارتن هوبا أن عدد المعابر الحدودية غير الشرعية في ولاية بورجنلند على الحدود مع المجر والتي تعد مصارا رئيسيا للمهاجرين انخفض بشكل ملحوظ حيث تم القبض على حوالي 29 ألف مهاجر غير شرعي في عام 2023 مقنة ب81 ألفا في 2022 وأشار هوبا إلى أن هذا الانخفاض ناتج عن التعاون مع سلطات المجرية واستخدام تقنيات المراقبة الحديثة وفي خبرنا الأخير ألقت الشرطة القبض على نمسوي يبلغ من العمر 39 عاما من فيلخة في كامتن بعد العثور بحوزته على نحو 20 كيلو جراما من الحشيش وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي كان متورطا في تجارة المخدرات منذ عام 2005 كان يعمل بشكل احترافي بمساعدة صديقته وولدته كما اكتشفت الشرطة سجلات مفصلة تثبت تورطه في تجارة الحشيش وتوثق كل خطوة في صناعة المخدرات ويقدر إجمالي قيمة المخدرات المباعة بنحو 200 ألف يورو وقد تم تقديم شكوى ضد صديقته البالغة من العمر 31 عاما وأمها البالغة من عمر 69 عاما كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسة سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة